طيب كل الكلام ده بيحط مسؤولها لحضرتك وبرضه السؤال الأهم الموارد أنا راجل دلوقتي عشان أقدر يعني ألبي طموحات اللعيبة ولبي طموحات أعضاء الجامعة العمومية ولبي طموحات حتى الأعضاء اللي أولادهم بيلعبوا أو المهتمين زي ما حدث قلت أسرة واحدة لازم عندي موارد أنا بصراحة بصفك عليك بصراحة بشماندس موضوع الموارد ده موضوع قاسي جداً بتتصرف إزاي ولا بتعمل إيه هقولك الكلام بصراحة طبعاً أنا قد يكون كلام برضو يعني الناس تتخوف منه بس ما حدش يتخوف لأن أنا اللي بقوله ده هو المفروض يبقى موجود فيه كلمات معانا بنقول بندعم الرياضة كلمة دعم الوحدها ما نفعش تقوله وحدها كلمة دعم اللي لازم يكون فيه فائد عشان أدعم لو ما فيش فائد فما اسموش دعم اسمه خسارة وأنا بفترض نادي زي نادي السيد أي نادي تاني عندي ألعاب رياضية كتير 25 لا بحضر وابتديت أخسر السنة دي 20 مليون السنة اللي جاية 50 مليون السنة اللي بعدها 100 مليون هستمر إزاي صح مضبوط فلازم الموضوع لأن ما فيش حد بيدي فروس لحد صح النهاردة هي الكلمة إن أنا لو بدعم حاجة أو بدعم حاجة بقى أقل من قيمتها سلعية أو الخدمية في حد تاني بيتفعها اللي هو العضو برد صحيح أو بيبقى أخسارة للنادي مش هبيقدر ناستمر مدرستي ومنهجنا أنا ومجلس الإدارة بتاعنا إن إحنا لازم يكون عندنا موارد مستمرة عشان نقدر ندعم بعد كده الموارد بتيجي مني الموارد بتيجي مني النهاردة يمكنك أن فيه فيه أيوة أنا عايزة روح بقى لديه يعني عايزة روح بقى لجلسة النهاردة الموارد هتيجي منين غير من الاستثمار يبقى عندك أنت شافحة ترأيين اللي أتلت لهم مفيش حاجة مستثمار بس يا إما الاشتراكات الاشتراكات طب الاشتراكات دي موجودة الاشتراكات موجودة إنما برضو ما بتغطيش ما بتغطيش طب نأخذها بند بند نأخذ الأول الاشتراكات وبعا كده نطلع على الاستثمار وقانون الرياضة هل بيساعدك على الاستثمار ولا بيعوقك كلمنا بقى عن قانون الرياضة طبعا من 2017 بيسمح بالاستثمار بيسمح بالاستثمار انك تكون شركة وده يمكن حصل في النادي الاهلية وحصل في عندية تانية انك تعمل شركة انا ليه وجهة نظر في الكلام ده يمكن عرضتها النهاردة عرضتها على مين النهاردة لجنة استماعي انا بشكر جدا لفك لجنة شابه ورياضة دكتور محمود حسين وكان حزم امام موجود وكان بيستمعوا من الناس كان فيه عضاء كتير موجودين في اللجنة لكن الرؤساء الاندية وكده كلنا تدورنا في الموضوع لكن كثير عدد حوالي خمسين ستين واحد عدد مش قليل يعني حدك طلبت النهاردة بحاجة معينة في اللجنة لا هم هي جالسة استماعه ده في حد ذاته ان اللجنة تستمع لمقترحات الناس فبيبقى شيء مهم انما احنا بنتكلم على انا دي وجهة نظري لو انا بدي قانون الاستثمار بيسمح الاندية تشكل شركة طب ليه النادي نفسه ما يبقى شوة اللي بيستثمر لان انت هيبقى الاصل مش مسموح له والفرع مسموح له هيحصل كونفلكت لازم هيحصل لك بعض الاصل بيشرف على الفرع فالفرع بيقدر استثمر والاصل مزقفاء احنا تكلمنا واعتقد ده ازاي زي ما حالك قلت ازاي نجيب موارد عشان نقدر نستمر النادي رسالته هقولك نادي صد فيه داخل عن مئة الف عضوية رقم كبير بنطلع في السنة حوالي 280 الف كرنيه ما بين الاعضاء والزوجات والتوابع والاولاد يعني بتكلم على تورتمية يعني شعب صحيح كيان كبير النهاردة ماينفعش ان هو دايما يتمتعش بخدمات لازم انما ايه الموارد النهاردة دايما حالك قلت الاشتراكات بتمثل جزء طبعا مش قليل بس مش كبير وطبعا بعد الانشيطة الرياضية الانشيطة الرياضية اللي هو الهدف بتاعنا ان احنا ما نتكبرهاش قوي عشان الولاد تمارس كويس الحاجة التالت اللي هي المنافس بقى اللي بتستعجر جوا النادي ودي طبعا مش مسموح لنا ان حاق منها ارباح يعني انت على قد على قد الخدمات لان النادي السيد لا يحقق ارباح وغير مسموح له انها يختار من البنوك او اي نادي يعني خلال النادي فانت بتكلم على الموارد محدودة جدا هاقود النهاردة السنة دي قدر اغطيها بعضوات جديدة او باي موارد جديدة سنة اللي بعدها هعمل ايه سنة اللي بعدها هعمل ايه فانا ببقى يعني مش قد المسئولية لو انا ما قلتش ان انا جاي عشان احاول نادي السيد من وجهة ناظري الى مؤسسة اداريا قوية جدا ماليا قوية جدا يعني دعفاق تقدر تعمل منه اللي هي بس لازم يكون فيه لوائح وقوانين تساعدك طبعا يعني احدك مش هتعمل ده طبعا ده اللي تكلمنا النهاردة الان ده كلها عضاء منتخبين واحنا كلنا عمل تطوع انا برضو وجهة ناظري التطوعي هو عمل كامل بدون اجر يعني ما انفعش حد فينا يتطوع ومايروحش عشان انا عمل تطوع انا بالنسبة لي كحالة شخصية انا عدت كنت مقرر لجنة كورة وكنت مقرر لجنة جنبازة على فكرة فاتها طويلة ماشاء الله انا في النادي وكنت في نادي السيد يعني من سنين طويل ما فكرتش اترشح خالص في اي منصب في النادي غير لما خلصت شغلي كليلا لان ما انفعش الاتنين مقرر لجنة ممكن انما تبقى عظمى بصدارة او تبقى رئيس نادي ضوابط للترشح لمجلس الاخدارة زي ايه مساح داك شايف انا برضو انا مهم ان انا عايز اطلع الخبرات السابقة يعني انا نتكلم على ايه دايما تلاقي كده حسن السير والسمع وكأن حسن السير والسمع هو حاجة حاجة مش عادية المفروض الحاجات دي كلها عادية انما لازم يكون فيه ضوابط تانية الخبرة السابقة يكون فيه اي حاجة او لازم فيه ضوابط تبقى فيها على اساس انا عايز ناس بالزبط المجموعة تبقى متوافقة مع بعض مفيش تطابق عمري ما بيحصل تطابق انما يكون المجموعة دي اخترت بعض من الاول بتحترم بعض بتحترم رأيه الاغلبية بتحترم يعني ايه عمل عام عمل خدم حركة شغلت اكيد في كزا حتة وكلنا اشتغلنا فيه عندنا علاقات عامة في الشركات صحيح اصعب وظيفة الالغات لعمة انت بتخدم غيرك بتفهم احداتك في دي وبتخدم غيرك في ايه مع اسره بنروح رحلة احنا والاسرة بتاعتنا مراتي وولادي هم عايزين يحسوا ان انا اكتر واحد في الدنيا يعني اخطر واحد في التاريخ وفي الشركة بتاع العلاقات العامة ده ان محسسش اسرتي وقدامي ان انا راجل معترم ممكن احد يقولك انا موظف زي زيك صحيح فهتبقى العملية مش نفعة خلص فعود مجلس الدارة هو متطوى لخدمة العود ممتد ولازم يفضي وقته يفضي وقته عندي وقت كافي وعندي تقبل ان انا بتقبل من العود ورأيه انما بيقى فيه حتة بقى منختلف فيها شوية اللي هو فرق بين النقد والاساءة ودي كلنا متعرض لها العمل اللي عم بيبقى فيه اساءة برا لان لازم نبقى دائما زبطين مع بعض كده احنا كلنا يا جماعة الاساءة هنا يعني ايه بيقى تقبل النقد تماما الاساءة ما حدش لنا بتقبلها عليك ولا يحد يتقبل عليك فهو الموارد لازم يكون عندي وسائل ادارية ووسائل مالية هل حددك معالي الوزير ما فكرتش تنشئ شركة الاستثمار في النادي فكرنا طبعا وبنفكر فيها هنعملها ان شاء الله يعني طب ده حاجة حصري معنا احنا عندنا اماكن يعني النادي السيد عندنا مثلا مكان زي كوم اوشين استراحة اسمها كوم اوشين في الفيوم المكان ده بقى له سنين طويلة جدا كان معمول للصيد بس صيد الطيور المهاجرة وهو خلص ما بقاش فيه طيور مهاجرة في المنطقة دي بقاش فيه رماية ده اصل في النادي مكان حوالي 16 فدام بينه وبين نادي السيد الدقي حوالي 50 دياب العربية فعلا بينه وبين عند بوابط الفيوم حوالي 12 كيلو فمكان قريب جدا بس استراتيجي حلو جدا فاحنا بنفكر طبعا ده احنا هنبتدي نشغله في النادي الاستخدامات دي يوز الناس تروح تعمل سفاري يعملوا كذا يبقى فيه حفلات وممكن نفكر ان احنا يبقى فيه مستثمر الشراكة بيوتي او بيوتي او يعمل زي ما يعمل ويبقى ده كله ده محتاج مننا يا اما شركة تنفزه طبقا لقانون الحالي او اتمنى يطلع قانون الحالي بيتوح لي انا مباشرة اعمل هذا الاستثمار عندنا بنتكلم في بورسعيد بورسعيد نادي رائع بورسعيد نادي رائع انما النادي اربع فددين او اقلمنا اربع فددين فيه عضاء كتير فالنهاردة محتاج توسع صحيح فالنهاردة بنشوف كلمنا مع سيد المحافظ ان احنا ناخد واحدة فيهم النهاردة توسع في بورسعيد توسع في بورسعيد بورسعيد احنا فيه مكانين ممكن مكان على الطريق الجميل اللي هو ما بين ضمياته بورسعيد يبقى بيخدم لاتنين او ما كان في بورسعيد نفسها برضو ما نقدرش نقعد هنا ما نتكلمش على تجربة المعنس حسين صبور في نادي السيد مانس حسين صبور الله يرحمه يمكن من اوائل الناس اللي اشتغلت بسيس ماري هي دي ميزة انك بتجيب حد يرقص نادي عنده فكر وعنده تجربة بيقدر يطبقها في النادي بالضبط وهو دي شغلته يعني هي شغلة مانس حسين صبور الانشاء والديفلوتر يعني النادي سيد القطة مية فعلا انا حضرتك التعيمية في النادي مقرر لجنة وادعيت في الحفل توقيع في التوقيع العقود لا توقيع حجر الاساس كان المحافظ القاهرة موجود وانا منساش كلمة اللي قالها المكان الوحيد اللي بحط حجر اساسه الفلوس المشروع في البنك بس حسين صبور عمل حاجة فكرة بسيطة جدا انهو عمل عضوية ب 15 الف جنيه كانت وقتها عضوية فكرة سنة كام مبلغ طبعا سنة 2003-2004 كان الشراك النادي 1190 الف جنيه يعني النادي النهاردة ممكن يبقى 250 هو حسابها ازاي قالها جيبه 4000 عوض ف15 الف 60 مليون جنيه النادي يتكلف 60 مليون جنيه يبقى اعتبر اللي هما دفعوا 15 الف دول هما المؤسسين والنادي اتعمل في 3 سنين اولا من 3 سنين و جميل جدا النهاردة النادي فيه كم واحد كام 20 الف من 4 بـ 20 من 4 بـ 20 طبعا الاشتراكات زادت النهاردة حداك تفتكروا على 1000 فدان 16 فدان برضو انا بقى اتكلم فرصة بقى اتكلم عاصدقائنا عضاء القطمية اللي هما دايما حاسين انهم لانهم الوحيد في النادي اللي هما عضوا فرع فقط يعني غير ما سمح لهم واشوا عضوا كامل وكان قبل كده القانون بيقول قبل كده يعني التعاقد بتاعهم انه يكمل في اي وقت الوقت اللي هو دفع فيه يكمل المبلغ النهاردة القانون تلع 2017 انه يكمل الاشتراك الحالي طبعا بقى فيه يعني مبلغ كبير نعم بقول لهم احنا فيه اماكن فيه ارض جنبها انا بنتكلم مع محافظة القاهرة وبنتكلم مع جهات الملكة الارض ان احنا ناخد نعمل امتداد حوالي سبعة تمام فتدين كمان